السلام عليكم في فيديو اليوم سوف نقوم بقراءة وإنجاز تمارين الصفحتين 48 و 49 من كتاب Visa to the World لقد وصلنا إلى الوحدة الرابعة shopping يعني التسوق لدي هنا shopping places يعني أمكنت التسوق أولا listen and read dictionary definitions يعني موجم وتعارف هنا لدي مصطلحات وسوف أتعرف على تعريفها لدي بوتيك بوتيك a small store that sells fashionable clothes shoes jewelry etc البوتيك هو متجر صغير يبيع الملابس والأحدية والمجوهرات وغيرها ثم لدي department store department store تعني متجر الأقسام department store a large store divided into several different areas each area sells different types of things بمعنى أن متجر الأقسام هو متجر كبير مقسم إلى أدة مناطق مختلفة كل منطقة تبيع نوع مختلف من الأشياء play market play market هو سوق متجول play market a place usually outside where people sell especially old or used item at cheap prices سوق متجول هو مكان عادة بالخارج يبيع فيه الناس الملابس القديمة أو المستعملة بأسعار رخيصة ثم لدي shopping center shopping center هو مركز التسوق shopping center a group of stores with a common area for cars to park إذن معنى مركز التسوق هو مجموعة من المتاجر بها مساحة مشتركة لانتظار السيارات يعني يمكنك أن تضع سيارتك بينما أنت تتسوق shopping mall shopping mall هو مركز التسوق a very large building or buildings containing a lot of stores and restaurants لمعنى هو مبنى كبير جدا أو مباني تحتوي على الكثير من المطاعم وكذلك المتاجر usually with space outside for parking يعني وعادة ما تكون بها مساحة خارجية لوقوف السيارات it is not just a place to go and buy something it's also an entertainment center فهي ليست مجرد مكان للذهاب إليه هو شراء شيء ما بل هو أيضا مكان ترفيه super market a large store where people buy many different food and other goods for home super market هو مجرد كبير حيث يشتري الناس مختلف الأطعمة وصلع مختلفة للمنزل thrift shop أو store thrift shop تعني دكان للبضايا المستعملة store تعني متجر a store that sells used things such as clothes books and furniture هو متجر يبيع لأشياء المستعملة كالملابس الكتب والآتات والآن بعد قراءة هذا النص سوف نرى أسئلة السؤال الأول يقول what's the difference between a supermarket and a shopping center ما هو الاختلاف بين super market وبين shopping center إذن سوف نرى في هذه النص أو هذه المفاهيم التي لدينا سنبحث عن super market وعن shopping center إذن سأجيب كالتالي a supermarket is a large store where people buy many different foods and other goods for the home and a shopping center is a group of stores with a common area for cars to park يعني أن السوبر ماركت هو مكان نشتري منه مختلف الأطعمة وكذلك أتت للمنزل وبالنسبة لل shopping center هو مكان به مجموعة من المتاجر وكذلك به مكان حيث نصف السيارة أو نركن السيارات السؤال الثاني يقول where do people go to shop and have a good time أين يذهب الناس لكي يتسوقوا وكي يقضوا وقت ممتع بالتأكيد هم يذهبون إلى shopping mall لأن لدي shopping mall في آخر التعريف لدي it's not just a place to go and buy something it's also an entertainment center يعني للترفيه يمكنك أن تشتريه أو تتسوق وكذلك أن تترفع إذن الجواب كما قلت هو shopping mall السؤال الثاني يقول what's the difference between the fly market and the other shopping places ما هو الفرق ما بين the fly market وبين الأماكن تسوق الأخرى بالنسبة للfly market هو مكان غالبا يوجد خارج المباني ويبيعون فيه الملابس المستعملة أو القديمة وبالنسبة لأماكن تسوق الأخرى هي أماكن توجد داخل المباني وتبيع ملابس جديدة إذن في الجواب سأكتب the fly market is usually outside and sell old or used items but the other shopping places are inside buildings and sell new items ثم لدي السؤال الرابع يقول which shopping place do you think is expensive ما هو المكان أو مكان تسوق التي تعتقد أنه غالي بالتأكيد shopping mall والبوتيك لأنهم يبيعون الأشياء جديدة مثلا الملابس والأحذية وكذلك jewelry وبالنسبة للshopping mall هو لأنه به جميع هذه الأشياء وتباع بثمن غالي وكذلك لأنهم داخل المباني ثم لدي السؤال الخامس which one do you think is cheap ما الذي تعتقد أنه رخيص بالتأكيد سيكون fly market لماذا؟ لأنه يبيع الملابس المستعملة أو القديمة وكذلك لأنه يوجد خارج المباني والآن سوف ننتقل إلى grammar practice أي إلى القواعد وفي درس اليوم سوف نتعرف على comparative يعني المقارنة سنتعرف على short and long adjectives يعني الصفات القصيرة والصفات الطويلة كيف نقوم بالمقارنة بينهما قد سبق أن شرحت هذا الدرس سوف أتركه لكم في خانة التعليقات لكي تفهموا أكثر ولكن الآن سوف نقرأ هذا الجدول لدي short تعني قصير و long تعني طويل يعني ال adjectives الصفات القصيرة والطويلة كيف نستعملها إذن هنا لدي the flame market is cheaper than the supermarket يعني أن المتجر الذي يكون خارج المباني هو أقل ثمن من السوبر ماركت هنا لدي الأدجكتيب هي cheap وشيب هي short adjective وعندما تكون لدي adjective short أقوم بإضافة er و than لكي تعطيني المقارنة مثلا أقول shipper than shipper than ship plus er plus than ثم لدي a mall is usually bigger than a supermarket يعني أن المال غالبا ما يكون هو أكبر من السوبر ماركت هنا الأدجكتيب هي big big short وهنا عندما أريد أن أضع أو أضيه er أضيف كذلك another g لماذا؟ لأن هنا لدي big consonant vowel و consonant big cvc وعندما يكون لدي آخر شيء هو cvc فأنا أضيف another consonant يعني big سوف أضيف لها g أيضا ثم أضيف er ثم than bigger than إذن ما الذي نستنتج هنا عندما تكون لدي short adjective فأنا أضيف er على هذه الأدجكتيب ثم than لكي أقوم بالمقارنة بين الشيئين ثم الآن سنمر إلى long adjectives لدي a boutique is usually more expensive than a department store هنا المقارنة بين البوتيك و department store هنا لدي expensive 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 هي صفة طويلة expensive expensive عندما تكون لدي الصفة طويلة فأنا أسبقها بmore ثم أضع الصفة ثم than more expensive than ثم لدي clothes in a boutique are usually better than clothes in a supermarket الأدجكتيب هنا هي better و better الأدجكتيب الأصلية هي good better هي من نوع من الأنواع التي تتغير completely وبالنسبة للأدجكتيب التي تتغير completely لدي ثلاث كلمات فقط هم good bad far إذن بالنسبة لهذه الأدجكتيب التي تتغير completely كما قلت good و bad و far مثلا هنا لدي good أصبحت better وعندما أريد أن أقارن بين الشيئان أقول better than better than الآن سوف نرى لدي هنا جدول صغير لدي cheap cheap تعني رخيص وهي صفة short adjective صفة بهذه الكلمة هي كلمة صغيرة cheap تصبح cheaper وعندما أريد أن أضع المقارنة فأنا أقول cheaper than ثم لدي large large هي أيضا short adjective عندما أضعها في جملة أريد أن أضع مقارنة فأنا أقول larger larger than ثم لدي big كما قلت big هنا لدي cvc أضيف أيضا g وأضيف r ثم أقول bigger than bigger than هنا لدي hey v hey v كما نلاحظ هنا تنتهي ب y وقبلها consonant الذي هو v عندما تكون لدي مثل هذه الحالة فأنا أقوم بإزالة y أو y وأضيف e e h heavier وعندما أريد مقارنة بين الشيئين فأنا أقول heavier than heavier than heavier than ثم لدي هنا good good تصبح better وعندما أريد أن أضع المقارنة فأنا أقول better than better than bad هي أيضا تتغير completely bad تصبح worse bad worse وعندما أريد المقارنة فأنا أقول worse than worse than ثم ثالث كلمة التي تتغير completely هي far تصبح لدي farther بال a أو further بال you وعندما أريد المقارنة فأنا أقول farther than أو further than بالنسبة للأدجكتيب الطويلة long adjective مثل expensive عندما أريد أن أضع مقارنة بين الشيئين فأنا أقول more expensive than أضع more الأدجكتيب ثم than more expensive than هنا الآن سوف نرى السؤال لدي write the correct form of the comparative سوف نكتب الصيغة الصحيحة للمقارنة هنا المثال لدي a thrift shop is cheap بين قوسين a department store عندما أريد أن أصرف أو أضع المقارنة باستعمال cheap فأنا أقول cheaper than ثم لدي هنا a bed is comfortable بين قوسين a chair هنا لدي صفة طويلة comfortable سوف تصبح more comfortable than ثم سوف نرى الجملة الأولى لدي a jacket is بين قوسين warm فراغ a t-shirt هنا لدي a jacket أسخن أو أدفع من a t-shirt هنا هذه warm هي short adjective إذن عندما تكون لدي short adjective فأنا أضع a r than warmer than هو الجواب الجملة الثانية for many people shopping online is بين قوسين interesting going to the supermarket هنا الأدجكتيب لدي هي interesting interesting هل هي short أو long adjective بالتأكيد هي long adjective إذن الجواب سيكون for many people shopping online is more interesting than going to the supermarket الجملة الثالثة لدي هيا online shopping is بين قوسين easy فراغ shopping from stores هنا أين هي الأدجكتيب هي easy easy هي short adjective إذن ما الذي سنفعله هنا هنا لدي easy تنتهي ب-y قبل منها consonant إذن سوف نضع easier بإضافة i-e-g بعد إزالة y أو y وسيكون الجواب هو easier than online shopping is easier than shopping from stores الجملة الرابعة the flame market is بين قوسين cheap boutiques but clothes in boutiques are بين قوسين good إذن هنا لدي نوعان من الأدجكتيب لدي cheap هي short adjective وgood أيضا short adjective ولكنها تتغير completely هنا لدي مقارنة بين flame market والبوتيك إذن هنا سنقول the flame market is cheaper than boutiques أرخص من boutiques ثم لدينا but clothes in boutiques are good وتنتهي الجملة إذن هنا ليس لدي مقارنة بين boutiques وشيء آخر لذلك سوف أقول but clothes in boutiques are better يعني أن الملابس في boutiques أحسن الجملة الخامسة لدي a mall is بين قوسين attractive super market هنا لدي adjective long long adjective ما الذي يجب أن أكتبه بالتأكيد سأضع more attractive than والجواب سيكون a mall is more attractive than super market والآن سوف نمر إلى listening إلى الاستماع لدي سؤالان أي يقول where are the speakers أين هم المتكلمون write the number of the conversation under the appropriate picture أكتب رقم المحادثة الصحيح تحت صورة المناسبة هنا سوف أقرأ المحادثات التي لدي وبعد قراءة كل محادثة سوف أضعها تحت الصورة المناسبة لها هنا لدي المحادثة الأولى a can i help you هل يمكنني مساعدتك b do you have an old clock هل تنتلك ساعة قديمة i need one for my collection أحتاج واحدة لمجموعتي here is one ها هي واحدة made in 1925 صنعت سنة 1925 it's twenty dollar وتمنها هو عشرون دولار this one is newer هذه جديدة 1985 1985 it's only fifteen دولار وتمنها هو خمسة عشر دولار فقط i will take the older one سوف أخذ العقدة هنا أين هي المحادثة هذه المحادثة تعود إلى الصورة الرابعة في الصورة الرابعة سوف أكتب conversation one الآن سوف نرى المحادثة الثانية a i really like the brown jacket أنا حقا أحببت الجاكت البنية b i prefer the red one it's warmer أنا أفضل الحمراء إنها أدفع a yes but it's more expensive نعم لكنها غالية أكتر b how much is it كم هو تمنها a two hundred dollar the brown one is only one hundred and fifty تمنها الفان دولار والبنية تمنها 150 دولار فقط b i'll try it on سوف أجربها ما الذي جربه لا أعلم ما الذي جربه إذن بالنسبة للمحادثة الثانية هي في الصورة الثالثة في الصورة الثالثة سأضع conversation two الآن بالنسبة للمحادثة الثالثة welcome to miller's shoes مرحبا بك في أحذية ميلر we have a sale on some sports shoes سر لدينا تخفيضات عن بعد الأحذية الرياضية يا سيدي b that's great هذا جيد i need some tennis shoes أحذية للتنس what do you have on sale ما الذي لديك في التخفيضات well we have naik all sizes and adidas size 42 حسنا لدينا naik جميع sizes وبالنسبة للadidas لقد بقي لهم size 42 إذن بالنسبة لهذه المحادثة سننتقل الآن إلى الصور وهذه المحادثة مع الصورة الثانية إذن في الصورة الثانية سوف أكتب conversation three الآن سنمر إلى المحادثة الرابعة how much is the strawberry pie كم تمن فطيرة الفراولة b three fifty ثلاثة دولار ونسف سنت the cheesecake is cheaper only two fifty dollar كعكة الجبن أرخص هي ب اثنان دولار وخمسون سنت okay i'll take it حسنا ساخدها يعني سياخد cheese cake be anything else شيء آخر braid cookies we have cookies for two point nineteen dollar a bag خبز أو بسكويت cookies هو البسكويت لدينا البسكويت ب اثنان فاصلة تسعة عشر دولار للكيس a just two loaves of bread please فقط اثنان من الخبز أرجوك هنا بالنسبة لهذه الconversation بالتأكيد هي مع الصورة الأولى في الصورة الأولى سوف أكتب conversation four الآن سنمر إلى السؤال b والذي يقول listen to the conversation again and write t for true or f for false يعني سنعيد الاستماع للمحادثات وسنكتب صحيح أم خطر هنا لدي المحادثة الأولى conversation one لدي الجملة الأولى the shopper wants a clock يعني الشخص الذي يريد أن يشتري يريد ساعة هذه الجملة صحيحة لأنه قال do you have an old clock I need one for my collection إذن سأكتب true الجملة الثانية لدي the shopper pays fifteen dollar يعني أن الشخص الذي اشتري دفع خمسة عشر دولار هذه الجملة خاطئة لأن البائع قال له here is one made in 1925 it's twenty dollar this one is newer 1985 it's only fifteen dollar والشخص الذي يريد أن يشتري قال له I'll take the older one يعني سيأخذ القديمة لسنة 1925 يعني قام بدفع عشرون دولار سوف أكتب false الآن سننتقل إلى المحادثة الثانية لدي the brown jacket is more expensive than the red one الجاكت البني هو أغلى من الجاكت الأحمر هذه الجملة خاطئة لأنه قال I really like this brown jacket B قال I prefer the red one it's warmer A قال له yes but it's more expensive يعني الحمرة الجاكت الأحمر أغلى من الجاكت البني إذن سأكتب false ثم لدي تانيا the red jacket is warmer than the brown one يعني الجاكت الأحمر أدفع من الجاكت البني هذه الجملة صحيحة لأنه قال I prefer the red one it's warmer أنا أفضل الحمرة لأنها أدفع إذن هنا سأكتب true الجملة الثالثة لدي the shopper buys the brown jacket the shopper اشترى أو الشخص اشترى الجاكت البني هذه الجملة أعتقد أنها خاطئة لأن في النص لم يقولوا أي واحدة اشترى قالوا فقط I'll try it on سوف أقوم بتجربتها يعني لم يخبرنا أي واحدة اشترى لذلك سوف أكتب false الآن سنتقل إلى أسئلة أو true or false conversation ثالثة لدي they have just size 42 يمتلكون فقط size 42 هذه الجملة خاطئة كما قلت لأنه في النص يقول well we have like all sizes لديه like جميع sizes and added that size 42 هنا لم يقوموا بتحديد نوع الحداء لذلك سوف نقول أنه لديه جميع sizes إذن سوف أكتب false الجملة الموالية الثانية they have a sale on all the shoes لديهم تخفيض حول جميع الأحدية هذه الجملة خاطئة لأنه قال welcome to Miller's shoes we have a sale on some sports shoes سير يعني لديهم تخفيضات عن بعض الأحدية الرياضية وليس جميع الأحدية إذن هنا سوف أكتب false الآن سنمر إلى المحادثة الرابعة لدي shopper buys a strawberry cake يعني المشتري اشترى كأكت فراولا هذه الجملة خاطئة لأنه قال how much is the strawberry pie b قال 3.50$ the cheesecake is shipper only 2.50$ وقال له okay I'll take it يعني سوف يأخذ the cheesecake لم يشتري كأكت الفراولا إذن هنا سأكتب false ثم لدي الجملة الثانية the cookies cost 2.19$ هذه الجملة صحيحة لأنه في المحادثة قال we have cookies for 2.90$ a bag إذن سأكتب true ثم لدي الجملة الثالثة the shopper pays just 2.50$ يعني المشتري اشترى فقط 2.50$ هذه الجملة بالتأكيد خاطئة لأنه فقط 8 cheesecake هو 2.50$ والمشتري اشترى cheesecake واحدة 2.50$ وكذلك قد اشترى رغيفة خبز يعني سوف يكون 8 أكثر من 2.50$ إذن سوف أكتب false والآن سوف ننتقل إلى رابعا communication التباصل هنا لدي given and enlisting information يعني كيف نعطي ونخبر المعلومات هنا في هذا الجدول لدي well let me see حسنا دعني أرى I'm not sure let me think for a minute أنا لست متأكد دعني أفكر لدقيقة ثم لدي I'm sorry I really don't know أنا آسف أنا حقا لا أعرف I've got no idea ليس لدي أي فكرة عندما أريد أن أو عندما يسألني شخص عن أي معلومة يمكنني أن أجيب ب well let me see دعني أرى يعني عندما تريد أن تخبره بتلك المعلومة وقد نسيتها تقول له دعني أرى ثم تعطيه المعلومة التي أرادها أو يمكنك أن تقول I'm not sure let me think for a minute لست متأكد دعني أفكر لدقيقة هذين التعبيرين إن كنت تعرف المعلومة التي ستعطيه وإن لم تكن تعرف يمكنك أن تقول له I'm sorry I really don't know أنا آسف أنا حقا لا أعرف أو يمكنك أن تقول I've got no idea لا أملك أي فكرة هنا لدي تمرينا أو سؤالا A و B A يقول practice this conversation with your partner هنا لدي محادثة في القسم أنت وصديقك سوف تكون أنت هو A وصديقك سيكون B أو A سوف نقرأ هذه المحادثة A Do you know a good place to buy auntie case هل تعرف مكان أو هل تعرف مكان جيد يقوم ببيع التحف B Well let me see حسنا دعني أرى Oh yeah نعم There is a thrift shop on Barker Street يوجد متجر يبيع الأشياء المستعملة في شارع بيكر A Do they have old paintings هل يمتلكون اللوحات القديمة B I'm not sure أنا لست متأكد I'll have to go and see يجب أن أذهب وأرى I know they have very good furniture أعلم أن لديهم أتات جيد But I really don't know about paintings لكنني لا أعرف حول اللوحات A Do you know a good place to buy hats هل تعرف مكان جيد أشتري منه القبات B I've got no idea ليس لدي أي فكرة والآن سوف ننتقل إلى السؤال B والذي يقول role play تقمص الدور أو إلعب الدور Look at your own cue card and follow the instructions to have a conversation with your partner انظر إلى بطاقتك الخاصة وإلى التعليمات وضع محادثة بينك وبين صديقك أنت ستكون student A وصديقك هو B لدي هنا أولا You want to buy a Russian dictionary Ask about a place to buy books إذا تريد أن تشتري دكسيونير للغة الروسية إسأل عن المكان الذي يبيع الكتب أو يبيع الدكسيونير ثم B صديقك هو You know a good place to buy books It's a book shop on Denver street But you don't know if they have Russian dictionaries أنت تعرف مكان جيد يبيع الكتب يوجد في شارع دينفر لكنك لا تعلم إن كان يبيع المعجم الروسي إذا سوف تكون المحدثة على الشكل التالي A سوف يسأل Do you know a good place to buy books هل تعرف مكان جيد يبيع الكتب B I'm not sure Let me think for a minute لست متأكد دعني أفكر لدقيقة Yes There is a book shop on Denver street نعم يوجد مكان يبيع الكتب في شارع دينفر A Do they have Russian dictionaries هل يملكون المعجم الروسي B I'm sorry I really don't know أنا آسف أنا حقا لا ألم ثم لدي المحادثة الثانية Student A You know a good place to buy sport shoes It's a shoe shop downtown But you don't know if they have football shoes أنت تعلم مكان جيد يبيع الأحذية الرياضية وهو يوجد في downtown لكنك لا تعلم إن كانوا يملكون أحذية كرة القدم ثم لدي student B ثانيا به You want to buy football shoes تريد أن تشتري حذاء كرة القدم Ask about a good place to buy sport shoes اسأل عن مكان جيد يبيع الأحذية الرياضي إذن المحادثة ستكون على الشكل التالي Do you know a good place to buy shoes هل تعرف مكان جيد يبيع الأحذية Well let me see حسنا دعني أرى Yes there is a good shop downtown to buy sport shoes نعم يوجد مكان جيد يبيع الأحذية وسط المدينة Do they have football shoes هل يملكون أحذية كرة القدم I've got no idea لا أملك أي فكرة إذن هنا بقي لدي ثلاثة ثلاثة سوف أقوم بوضع محادثة student A ولكن أنتم في التعاليق يمكنكم أن تضعوا محادثة student B وسأقوم بتصحيحها You are a visitor أنت زائر and you want to buy a watch وتريد أن تشتري ساعة a Moroccan carpet سجد مغربي and a suit وبدلة Have conversations with your partner ضع محادثة مع صديقك You don't know one place أنت لا تعلم مكان واحد إذن المحادثة ستكون على الشكل التالي A Do you know a good place to buy a Moroccan carpet هل تعرف مكان جيد لشراء سجادة مغربية B Well let me see حسنا دعني أرى Yes you can buy it from the old Medina نعم يمكنك شراءها من المدينة القديمة A And do you know where I can buy a suit وهل تعرف أين يمكنني شراء بدلة B Let me think for a minute دعني أفكر للحظة أو لدقيقة Yes there is a shop in the city center نعم يوجد محل في وسط المدينة A Do they sell watches too هل يبيعون الساعات أيضا ب I've got no idea لا أملك أي فكرة إذن الآن سنرى سوف نقرأ ثالثا الخاصة ب Student B لدي هنا You are a visitor أنت زائر And you want to buy a postcard An old clock And a pair of jeans تريد أن تشتري postcard وساعة قديمة وكذلك تريد أن تشتري سلوى الجينز Have conversations with your partner دع محادثة مع صديقك You don't know one place وأنت لا تعرف مكان واحد إذن يمكنكم أن تكتبوا المحادثة في أخانة التعليقات وأنا سوف أقوم بتصحيحها إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم وسوف نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله